مشروع مراقبة الحدود السودانية عبر الأقمار الاستناعية نفذ بناء على فكرة من الممثل والناشط الأمريكي جورج كلوني فكرة دفعت بعدد من المنظمات والشركات الأمريكية إلى تصميم موقع إلكتروني تحت عنوان مشروع سنتينل الموقع يعد زائره بتزويدهم بصور واقعية لتحركات ملفتة قد تشكل خطرا على المدنيين في القرى السودانية في غضون 24 ساعة من حدوثها ويهدف المشروع إلى تركيز اهتمام المجتمع الدولي على ضرورة تفادي حرب جديدة بين شمال السودان وجنوبه الجديد فيما نقدمه هو أننا تمكننا من جمع شركات ومنظمات هيئة الأمم المتحدة للأبحاث وجوجل وجامعة هارفورد ومركز التقدم الأمريكي وشركة تريلون لبناء موقع عام يوفر وسائل عامة لاستدراك جرائم الحرب قبل وقوعها ورصد أي استنفار أو تحرك عسكري وكيفية الضغط على صانعي القرار للتحرك بسرعة وبطريقة موزونة ومناسبة موقع سنتينيل ينشر صوراً التقطتها أقمار صناعية تحلق فوق السودان وهي تابعة لشركة ما قرها في فرجينيا متعاقدة مع المشروع بعد ذلك يتم دراسة الصور وتحليلها من قبل المبادرة الإنسانية لدى جامعة هارفورد وتضاف على الموقع مع تحاليل سياسية وميدانية مايكل هاگرتي يرأس شركة تريلون التي صممت موقع سنتينيل التكنولوجيا التي وضعناها في هذا المشروع تشكل أنظمة معلوماتية كانت متوفرة فقط لرؤساء الدول قبل عشرة أعوام كان الأمر يتطلب طائرة تجسس من أجل الحصول على هذه المعلومات ما ترون الآن على موقعنا هو قرية سودانية بتفاصيل منازلها وشوارعها وخلال الأسابيع المقبلة سيتمكن زائر الموقع من معرفة أي أحداث هنا مباشرة فور وقوعها في وقت تنجه فيه السودان استفتاء قد يفصل الجنوب عن الشمال يقر مايكل أن لمشروعه مخاطرة لا بد من تفاديها ما لا نريد أن ننفذ من خلال هذا الموقع هو تزويد معلومات استخباراتية عسكرية لأي من الأطراف السودانية في هذا الصراع ومن هنا دور هيئة الأمم المتحدة المشاركة بالمشروع في تفادي نشر صور تظهر تفاصيل تحركات الجنود أو الآلات العسكرية يمكن أن تصل تكلفة الصورة الواحدة إلى عشرة ألاف دولار وحتى الآن تتكفل منظمة كلوني الخيرية بدفع التكاليف لمشروع يطمح القيمون عليه أن يتحول إلى وسيلة أساسية لتفادي الحروب في المستقبل سجل مشروع سنتينل حتى الآن ميزانية تقارب المليون دولار لمدة ستة أشهر بعد ذلك تقول المنظمات القيمة على المشروع إنها مستعدة لجمع التبرعات من أجل تغطية تكاليف المشروع الذي يعمل الآن تحت شعار العالم لا تشاهد لأنك أنت تشاهد جسي المور بي بي سي واشنطن